في سؤال جواية يعني بيولح ليه اعتزلت بدري كان ممكن تقعد اكتر من كده مفيش اسباب يعني انا مش شايف اني في اسباب لو في عندك قلنا ده حقيق يمكن ناس كتيرة جدا يمكن الحد دلوقتي الحمد لله لما انا طبعا ماسك فريق الشباب في النادي الاهلي اه طبعا لما باجي حتى اتمرم مع الولادة عدي في الفريق وكده بيقولوا انت باتمرم ليه لما باتمرم مع اي حد بيشوفوني زي ما انت انت ليه بطلت بدري انت ليه بطلت انا حرام تبطل يعني فيه حاجات بتكبرك ان انت لازم تبطل اه زي الاصابات اللي جاتلي في وقت معين دي اثرت علي بالسلم وتم يعني معظم الوقت كان بيحصل تصريحات اه يقولك بقى اصابة مزمنة ومش عارف ايه فرق وقت كامل مسافر علي امريكا اوكي عملت كونسولت وطب كامل هناك قالوا لي انت ما فيش حاجة من الكلام انت ما شاء الله تخش كان فيه تهويل مثلا للاصابات اللي بجينا انا سياتك بالزبط كده بتحيس ان انت مش مش تمام انا مش مزبوط حتى لابو الوهم بالزبط لان اللعيب الكرة برضو في الاول وفي الاخر هو شوية مشاعر وحسن انت لو اثرت علي بالسلم اه انا عدتا بحارب فترة كبيرة جدا يعني الاصابات بتحارب في الوهم اللي جواك ولا بتحارب مثلا وجهة نظر الناس برا ان مثلا اي حاجة غلطة بسيطة او حاجة عادية ممكن تحصل هتتحط في خانة ان انت عندك اصابة دا حيين يعني كل دا تحطيك كده مع بعضه ونقول خطوات كده براحة اولا ان واحد طبية عندك وتأهلية لازم تبقى انت على دراية كافية بها ان انا لو كنت لعيب يعني الافكار اللي عندي دلوقتي المعلومات اللي وصلت لي انا كنت ممكن في وقت معين لا انا كنت ممكن اقدر اكمل بس انا كنت انا من النوع اللي كنت بتمر مرة واثنين وثلاثة في اليوم كنت بدوس جدا على نفسي دا كان بيدريني انا ممكن تقلل شوية بالزبط كده مع التأييل البدني كنت بقاهل الاعداد البدني بتاعي مثلا بكسافة زيادة جدا فبالتالي كان بيأثر علي بالسلب يعني انت يا كابتن اتحاربت بالوهم يعني نص وهم ونص برضو اخطاء استعجال في التدريبات والحاجات دي بتدفع فيها في مباريات معينة اشتركوا في القناة